تلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج العديد من الرسائل والاستفسارات من الجاليات المصرية في دول الجوار التي أعلنت عن إغلاق مجالها الجوي حيث أعربت الجاليات عن قلقها على مستقبل أبنائها الدارسين ومستقبل استمرارهم في الجامعات في ضوء الأحداث الجارية في المنطقة في هذا الإطار خصصت وزارة الهجرة خطوطا للتواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج لتلقي أي استفسارات والرد عليها على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات تابعة وتتابع مستجدات الموقف كما أهبت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالجاليات المصرية المقيمة في دول الجوار بأهمية الالتزام بالتوجهات الصدرة من سلطات الدولة المضيفة والسفرات المصرية بهذه الدول ومتابعة بيانات الوزارة في هذا الصدد فلسيما في ضوء ما تتناوله بيانات وسائل الإعلام الصادرة مؤخرا من إعادة فتح المجالات الجوية واستئناف حركة الطيران بصورة طبيعية